اشتركوا في القناة كورة بتأكد على ان النادي الاهلي قادر حتى في ظل صعوبات كتيرة جداً وجهناها على مدار موسمين فاتوا انه ان شاء الله نحق كل الالقاب وكل البطولات اللي احنا دخلناها امبارح كمان حقيقة في مكاسب كتيرة جداً من المباراة تطمنك مش بس على سان دونز على المشوار كله في دوري ابطال افريقيا ميكي سوني واحد من مكاسب مطش امبارح حقيقة قدم امبارح قدم بقى ولا اعتماده يعني خلاص بقى مش هنقول حاجة تانية الراجل امبارح حقا لعب مباراة كبيرة جداً وقال انه قماشة وخامة جيدة جداً وبإذن الله يكون الجاي بالنسبة ليه انا راه انت عليه من الاول لانه شايف انه لعيب كرة كويس يمكن ما كانش دخل في الاوصل للتوب فورم بتاعه يمكن كان مستوى انسجامه مع الفريق مش في احسن يعني اشكاله ولكن الحقيقة مبارح ميكي سوني بيقول انا لعيب كرة كويس وممكن جداً ترهن علي واللي جاي بالنسبة له افضل كريم فؤاد مقدرش اقول انه الحقيقة انا عارف انه كريم واحد من اللعيبة اللي انا كنت متحمس لها جداً وكان نفسي نفسي جداً لأهلي ينجح في اتمام الصفقة دي وكنت منتظرها بفارغ الصبر وقد كان لكن كنت مستني مردود من كريم احسن من كده وبدري شوية عن كده لكن ان تأتي متأخراً افضل من قلة تأتي على الاطلاق والفرصة اللي جات لكريم والمستوى اللي ظهر به في مباراة مبارح واحد من المكاسب بدون شك كريم الحقيقة ورقة ربحة وتقدر تبني عليه مستقبل النادي الاهلي كله في الناحية اليمين ومجدي افشا حمد الله على السلامة طبعاً لعب مباراة جيرها مبارح زياد طارق الصعد الواعد ان حيال فنش روبعين برح مباراة ولا امتع يعني العرضة كمان تصدت لأكتر من هدف النادي الاهلي وكلها رسالة في ظل غياب عدد كبير جداً جداً من نجوم الفريع عن المباراة طمنك ان شاء الله على ان الموسم مهما كان صعب ومهما كان فيه ضغط مباراة ومهما كان فيه عدد بطولات الاهلي ان شاء الله بفرقتين اللي عنده قادر ان شاء الله ينافس على كل الألقاب قبل ما نروح لسانداون صعب على المباراة مهمة جداً 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 في دور المجموعات وسانداونز من الفرق المحترمة والفرق الكبيرة والفرق اللي بتلعب كرة حلوة والفرق اللي بتمثل خطورة سواء كان بتلعب على أرضها أو برى أرضها مطش السبت ان شاء الله يكون مطش صعب لكن بإذن الله قادرين نعمل عرض قوي وانأكد ان شاء الله بإذن الله على فرصتنا في صدارة المجموعة بالمناسبة سانداونز من مواجهة المريخ المريخ السوداني طبعاً اللي بيلعب معرفة نفس المجموعة هم اللي قعبوا مطشوهم على ملعب الأهلي ويئة السلام فبالتالي سانداونز موجود في مصر موجود تحديداً في اسكندرية وعمل معسكر مغلق وبكرة ان شاء الله هيرجع أو هيجي من اسكندرية على القاهرة عشان يبدأ يحط المسات الأخيرة على تدريباته ويعمل تمرينة أخيرة رئيسية على ملعب المباراة قبل موجهة الأهلي إن شاء الله يوم السبت الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة خليني أقول لحضراتكم طبعاً وبعد العرض الرائع لقدمه فريق لدي الأهلي مبارح لازم أقول لكم طبعاً أنه عدد كبير جداً من اللاعبين اللي مظهروش في المباراة أنا أقول تتريباً خط الظهر بتاعك كل ما كانش بيلعب يعني أكرم في اليمين معلول في الشمال وبينهم سوليسي كان رئيسي أيمن أشرف بدر بنون محمد عبد المنعم كلهم الحقيقة غابوا عن لقاء الأمس بالإضافة طبعاً لعبين كتير يعني عمار غايب صلاح محسن غايب بيرسي تاو غايب فعشان كده بقول لك الأهلي مبارح لعب من غير فرقة كاملة تاريب لكن الجديد في الموضوع أنه النهاردة عبد المنعم ومعلول شاركه في تمرينة الفريق وجهزين بإذن الله لمباراة سانداونز كمان بيرسي تاو داخل في الحسابات جاهز فنياً مش جاهز فنياً دي حاجة طبعاً ترجع لرؤية ميستر موسيماني وحتى لو ما يقدرش يلعب به أو يدفع به من البداية ممكن جداً يكون لي دور حسب سيناريو المباراة وحسب مجرات اللعب لكن هو طبياً أصبح لائق بشكل كامل وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود في السعادات النادي الأهلي لمباراة سانداونز محمود متولي حمد الله على السلامة رجع وشارك في التدريبات النهاردة الوحيد اللي يمكن غاب أيمن أشرف طبعاً لأنه بيشتكي من مشاكل في الرجبة حمدي وقاليو ديانج ما شاركوش في التمرينة لكن اكتفوا ببعض التدريبات في الجيم يعني عشان يكونوا جاهزين وفي نفس الوقت يمكن بيعانوا شوية من حالة إرهاق لكن بدنين هم جاهزين وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موجودين مع الفريق في مباراة سانداونز ده دي قصة أخبار من الأهلي النهاردة اللي اتمرن الساعة 11 الصبح وزي ما قلتلكم طبعاً سانداونز موجود في برج العرب وهيجي بكرة القاهرة عشان يستعد أو يخد التمرينة الأخيرة والأساسية على ملعب المباراة عشان يحضر نفسه طبعاً لمواجهة الأهلي يوم السبت اللي جاي مبارح طبعاً تعلق عدد كبير من نجوم النادي الأهلي كلهم تعلقوا الحقيقة وقدموا مباراة غاية في الروعة ولكن هطلب منكم منكم تختاروا ثلاثة بس في بعض الأوقات أو بعض المطشاط بيكون فريق كل نجوم زي مصر شو مثلاً الهلال السعودي أو زي مطش المونتري المكسيكي بيبقى صعب قوي تختار اتنين أو ثلاثة لعيبة يكونوا نجوم مباراة لكن احنا متفين على ده من داي وان زي ما بيقولوا فهطلب منكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا تختاروا أفضل ثلاث لعابين في مباراة الأهلي ومصر المقصة اللي تلعبت مبارح ومناسبة اختياراتكم ووجهات نظركم خليني أقول لحضراتكم مباراة الهلال السوداني جمهور ده طبعاً سؤالنا موجودة على صفحات الأهلي تيفي على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر أسمع رأيكم في رجوم مباراة الأهلي ومصر المقصة لتلعبت مبارح نروح لأحسن ثلاث لعابين في مباراة الأهلي قبل الأخيرة بقى نتيجة مباراة الهلال السوداني المباراة دي الحقيقة يمكن ما كانش فيها منافسة كبيرة يعني من بدايات كده فرزنا الأصوات الأصوات كانت مراحة بشكل كبير جداً بشكل يعني واضح لمحمد عبد المنعم اللي أدى مباراة من أفضل مباراة وبالمناسبة على فكرة هو مش أفضل لعب في المباراة دي بس لكن تحدي الأفريقي اختاروا أفضل لعب في الجولة التانية من مباراة دوري أبطال أو دوري الشامبينز ليج ودوري الأبطال واتفق مع جمهور النادي الأهلي في اختياره كأفضل لعب النادي الأهلي في مباراة الهلال السوداني في المركز التالي كان أليو دينج الدبابة المالية اللي ما شاء الله يوم بعد يوم الحقيقة يعني الراجل مش محتاج يزبط إمكانياته ولا يزبط قدراته أكتر من كده واحد من أفضل اللاعبين في أفريقيا الحقيقة ومش بس في الدوري المصري وفي المركز التالي كان المتقلق الموسم ده الحقيقة والحقيقة يمكن يحسب لي حفاظه على ثبات مستوى ياسر إبراهيم نجم دفاع النادي الأهلي في المركز التالي عشان يتغير شوية شكل جدول الترتيب اللي هنتابعوا مع حضراتكم دلوقتي بعد نتاج مبارح مازال حمدي فتحي نجم خط وسط النادي الأهلي في المقدمة لعب 12 مباراة برصيد 14 نقطة في الصدارة وراء طبعا الغائب أكرم توفيق اللي كان مفنش الموسم اللي فات الحقيقة في غاية التقلق وحافظ على تقلقه في الموسم التاني على التوالي وطبعا الإصابة يمكن بعدته شوية عن المشاركة بعشر مشاركات عشر مباراة شارك فيهم أكرم بيحتل المركز التاني برصيد 12 نقطة بيجي وراهم الصاعد الوعد اللي تراهن عليه للأهلي والكرة المصرية وأتمنى وبكر مرة تانية عبدالقادر ورقة مهمة جدا في مواجهة مصر أمام السنغال أحمد عبدالقادر ب12 مشاركة معاه 8 نقطة في المركز الثالث علي معلول 13 مشاركة 7 نقطة في المركز الرابع بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة وأهم يمكن صفقة أجراها النادي الأهلي في الموسم الأخير في المركز الخامس من 9 مشاركات ب7 نقطة وراهم محمد هاني اللي تقلق بشدة في كاس العلم الأندية 12 مباراة 6 نقطة عمار حمدي المصاد طبعا نتمنى العمار أنه يرجع بسرعة لعب هيكون مؤثر جدا ومتأكد أنه هيكون لي دور مهم جدا مع الأهلي السندي هيكون بعد كده 6 مشاركات ب6 نقاط وبعد كده أليو تزينج اللي بيصعد فيه الترتيب من 13 مشاركة 6 نقاط وننتظر الكتير من أليو تزينج اللي فاز بلقب الأفضل حسب أراءكم واختياراتكم في الموسم اللي فات زياد طارق بيخش في الموضوع 5 مشاركات لكن معها 4 نقاط رامي ربيعة 6 مشاركات 4 نقاط ياسر إبراهيم بيتقدم مركزين عشان من 10 مشاركات يكون معه 3 نقاط وعبد المنعم من مباراتين فقط معه 3 نقاط كهرباء طبعا اللي رحل عن الأهلي في يناير عدد المشاركات كان مباراتين معه 3 نقاط السلية 10 مشاركات 3 نقاط محمد مغربي 3 مشاركات نقطتين ومعنو 3 مشاركات معاه نقطتين بعد كده محمد مجدي أفشة اللي بيتهيأ لي يمكن تعرض كده لهزة أثرت عليه بس أعتقد أن المستوى المرضود اللي قدمه مبارح بيقول محمد مجدي أفشة راجع وبقوة 13 مشاركة مع نقطتين الشحات 14 مشاركة نقطتين وكل من مصطفى شبير بدر بنون الشناوي وعلي لطفي نقطة واحدة في رصيد كل واحد منهم ده هو جدوى للترتيب بعد ما خطينا نقاط اختيارات حضراتكم في مبارات الأهلي والهلال السوداني وبرة تانية بفكركم منتظرين أراءكم في ما يتعلق بقى بالأفضل التلاتة أفضل تلات لعبين في مبارات الأهلي ومصر المقصة إمبارح النهاردة كلامنا هيكون عن الأهلي وسانداونز وكرة العالمية حضرة جي بي أس لعبين مصر المحترفين والأول مرة في سادسة بقدم لحضراتكم مجموعة من لعبين المصريين المحترفين في الخارج وبيلعبوا في دوريات قوية جدا بلعبوا في أندية ليها اسمها وليها وزنها وممكن تراهن عليهم كمستقبل للكرة المصرية هنستعرضهم ونشوف أنديتهم ونعرف مشوارهم في حلقة النهاردة من السادسة وبمناسبة العالمي طبعا لازم أفكركم النهاردة فيه مواجهتين فيهم كرة أتوقع أنها تكون ممتعة جدا مواجهة كلاسيكية بداية بين فرقتين كبار كبير في إسبانيا وهو قتلاتكم مدريد اللي هيواجه كبير في إنجلترا وهو المان يونايتد بكل نجوم وطبعا في مواجهة قوية جدا في الشامبينز ليج ومباراة ثانية الحقيقة متوقعة يكون فيها كرة يمكن الأسماء الفرقتين ما يكونش من بين الأسماء الكبيرة في أوروبا لكن مستوى الفرقتين وطبيعة مدارس الكرة اللي هم بينتهموا لها يقولوا أنها تكون مواجهة ممتعة من حيث الكرة اللي بتتقدم فيها وهي مباراة تجمع بين بين فيكا البرتغالي وأكس أمس الدام الهولندي في دوري أبطال أوروبا يعني الهيمنة والسيطرة لدول شمال إفريقيا أربعة من أصل خمس دوريات هم الأعلى من حيث القيمة التسويقية على مستوى اللاعبين وده معناه بما أنه طبعا الدوري المصري في المقدمة وفي الصدارة على مستوى الكرة الأفريقية كلها لابد أنه يوازي ده مكاسب صحيح الأندية المصرية وخصوصا طبعا النادي الأهلي قادر على ترجمة ده لبطولات على مستوى القرى الأفريقية لكن كمان بتهيالي أن الدوري المصري في حاجة أنه ينظر لي نظرة مختلفة ينظر لي بعين الاعتبار على أنه المسابقة الأقوى على كل المستويات سواء من حيث القيمة التسويقية لللاعبين سواء من حيث البنية التحتية والملاعب سواء من حيث الأندية وتاريخها الطويل وقدرتها على تحقي الأرقام والبطولات وبالتالي مفترض أنه ده يكون ليه انعكاس كبير جدا على المرضود اللي بيحصل من بطولة زي بطولة الدوري المصري خليني أخذ حضراتكم للتجربة مهمة جدا واللي بيتفرجوا أو اللي لسه يعني بيتفرجوا على الدوري الأسباني بعد رحيل كريستان رونالد وليون المسي خليني أقول لكم أنه السنة دي فيه ظاهرة غريبة جدا هي بتعاد أتلاتكم مدريد وبشلونا عن المنافسة لأسباب ممكن تكون معروفة أو حتى غير معروفة يعني فريق زي أتلاتكم مدريد حقيقة بيدم كتيبة وسكواد أكتر من رائع لكن الحقيقة بيجي في الترتيب بعد نادي زي نادي سبيا أو إشبيلية الأسباني اللي بيحتلح حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب بعد الريال والحقيقة يمكن أن يكون فيه طفرة كبيرة جدا عملها نادي سبيا عشان كده الحقيقة احنا يمكن دورنا شوية عن الموضوع ولقينا عندهم تايتل وإدارة أو معمل مش موجود يمكن حتى في الأندير الأوروبية الكبيرة معمل هو معمل معني أو مسؤول عن تطوير الأداء والمهارات وهيكون معنا خوسيكو لادو رئيس المعمل ده في نادي إشبيلية الأسباني يضيف علينا في السادسة بداية طبعا أهلا بك على شاشة الأهلي وشكرا على وجودك معنا شكرا لكم خليني أسألك لأول على طبيعة المعمل ده يمكن يكون فكرة جديدة ومستحدثة معمل تطوير الأداء والمهارات في نادي إشبيلية ممكن تكلمني عنه وعن الدور اللي بيقوم بي في الفرق المختلفة في النادي نعم فكرة المعمل هي فكرة مهمة جدا هي تخلق مناخ جيد جدا لكل الفرق فرق نادي إشبيلية نحن نعمل على تطوير مهارات اللاعبين كيف تؤدي الفرق ونعمل بشكل أساسي مع المديرين الفنيين فتعاملنا أكثر مع المدير الفني هذه الفكرة فكرة المعمل هي لتطوير المدير الفني في المقام الأول ومن ثم تطوير الفريق لكي تطور اللاعب فأنت يجب عليك أن تطور المدير الفني أولا إيه الأدوات التي تستخدمها تحديدا يعني إزاي تتم عملية التطوير سواء الأداء وخصوصا كمان عايزك تركز معي في جزئية خاصة بالمهارات حسنا طريقتنا هي أن نكون قريبين جدا من مدير الفني في الملعب وخارج الملعب في كل تمرين نتابع كل شيء المباريات والتمرين نحن نؤمن أننا إذا كنا قريبين من فكر المدير الفني سننتج بشكل أكبر لصالح الفريق نعمل على تطوير مهارات الفريق بقياس ما يحتاجه اللاعب خارج الملعب وداخل الملعب ومناسبة يمكن سبيا بيقدم موسم استثنائي ويحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب لليجا هل ده بسبب تراجع أداء ومستوى براشلونة أو أتلاتكو مدريد ولا أنت شايف أنه فيه طفرة حقيقية حصلت أو ناجح فريق سبيا في تحقيق الموسم ده في الليجا أعتقد أنه يرجع إلى تطورنا بشكل كبير أعتقد أنه لدينا مدير فني ذا خبرة يعمل بشكل جيد هو الآن قد قضى ثلاث سنوات بالفعل ثلاث سنوات بالفعل مع الفريق الأول بالطبع هذه فرصة جيدة له لتطور ويطور الفريق بشكل كبير أعتقد أن فريق أصبح بشكل جيد وهذا أهم شيء بالنسبة لنا أعتقد أنه فيه احتمال أنه فريق شبيلية يكون قادر على تحقيق لقب بطولة كبيرة زي بطولة الليجا وإيه هي فرصة حتى كمان أو إزاي أنتوا بتشوفوا فرصته في المنافسة في الدوري الأوروبي بالطبع في الليجا الإسبانية الأمر صعب جدا أن تفوز كل المباراة الأمر صعب أمر صعب جدا لأي فريق لكن أعتقد أننا إذا أخذنا الأمور خطوة بخطوة فأعتقد أن هذا الأمر سيكون هما لنا لنفوزة بالليجا السنية هذا الموسم أعتقد أنها فرصة جيدة لنلعب في الشامبينز ليج العام القادم أعتقد أننا نبحث عن الفوز ونقاتل لأجل المركز الأول في الدوري الإسباني وبالنسبة لليوروبا ليج أعتقد أننا فوزنا بالستة كؤوس بالفعل أعتقد أن هذه المباراة غدا ستكون على أرضنا أمام ديناموز أغرب فأعتقد أن الأمر مهم جدا يجب علينا الفوز أولا غدا ومن ثم نكمل مشوارنا في الدوري الأوروبي ولكن بالنسبة لي هذا أمر رائع المنافسة هذا العام البعض يرى أن رحيل كريسيانو عن الريال وميسي عن البرسا أفقد لحد كبير جزء من قدرات الفرع الأسبانية على المنافسة على لقب الشامبينز ليج هل تتفق مع وجهة النظر دي وهل تعتقد أنه في فريق أسباني قادر على تحقيق لقب قاري الموسم الحالي سواء في اليوروبا ليج أو في الشامبينز ليج أنا متأكد من أن الدوري الأسباني بطولة نفسية كبيرة وأعتقد أننا فقدنا نصف قوة هذا الدوري برحيل كريسيانو وليان الميسي ومن اللطيف بالفعل أن نرى فريقا مختلفا عن الاثنين الكبار ينافس على لقب الليجا فهذا أمر هام أن نرى فريق مختلف طبعا أعتقد أن أي فريق الآن يستطيع المنافسة لا أستطيع أن أسمي لك الآن ولكن أي فريق الآن يستطيع أن ينافس ريال مدريد وبرشلونة في بعض الأخبار اتكلمت ومنها أخبار مؤكدة عن رغبة الريال في شراء أو انتداب الفرنسي كيليان إمبابي من بي أجي وعن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات محمد صلاح هل السنائي ده إمبابي ميسي عنده القدر على أن يرجع المستوى أو المرضود اللي كان بيحقق السنائي ميسي ورونالدو في الدوري الأسباني من وجهة نظرك؟ بالطبع أنت تتحدث عن لاعب كمحمد صلاح أو كيليان إمبابي هم أفضل لاعبين الآن في العالم إذا أتي إلى الدوري الأسباني سنرى منافسة كبيرة جدا جدا سنتحول الدوري الأسباني إلى قبلة مرة أخرى قبلة للعبين الكبار في العالم أعتقد أن هذا أمر جيد لنرى في الدوري الأسباني إذا تبعت مواجهات الأندية الأسبانية النهاردة طبعا فيه مواجهة قوية جدا بين عتلاتكم مدريد وبين منشستر يونيتد خليني أسمع رأيك أو توقعاتك فيها ويهمني كمان أسمع رأيك في مواجهة مبارح فيا ريال في مواجهة اليوفي الإيطالي حسن اللي أبدأ بمباراة الأمس كانت مباراة قوية جدا أمام اليوفينتوس كانت مباراة صعبة جدا كان أمر صعبا على فيا ريال أن ينافس هذا الفريق الكبير العريق وفريق فيا ريال قاتل طوال 90 دقيقة ولكن وفي النهاية أنهى الأمر بشكل جيد نوعا نه كانت منافسة قوية وبالنسبة للقاء اليوم سيكون الأمر أتمنى طبعا أتمنى مباراة رائعة بين الفريقين أتمنى أن نرى مباراة جيدة على مستوى الفني بالطبع أتمنى فوز الفرق الإسبانية بما أني مدرب إسباني لو تكلمت شوية معك على تجربة تشابي مع باشلونة إزاي بتقيمها وإزاي بتشوف البصمة اللي قدر أو ناجح تشابي في أنه يحاول يرجع بها باشلونة على الطريق السليم أو الصحيح ورأيك كمان في الصفقاته الأخيرة اللي أجرأها في المركات والشتوي اللي أبرزها طبعا أدامة راوري وأوباميانج بالطبع تتحدث عن تشابي لا أعرفه كمدرب بشكل كبير ولكن تعاملت معه في قطر كان يدرب فريق السد وأنا كنت في عمل مشترك مع فريق الأهل القطري كان الأمر رائع جدا هو مدير فني كبير وكان الأمر جيد جدا أن يعود كمدير فني لبرشلونة أعتقد أنه طور كثيرا من أداء الفريق أعتقد إذا كان لديك مدير فني جيد كتشابي ولاعبين جيدين كما ذكرت أدامة راوري وأمريك أوباميانج سيكون الأمر قوي جدا لبرشلونة ليعود للمنافسة مرة أخرى أخيرا أسألك على المنتخب الأسباني تحت قيادة طبعا لويس انريك إزاي بتشوف فرصه وطبعا هو منتخب دايما مرشح واحد من أقوى المنتخبات حتى رغم حصوله على المركز الثاني في بطولة يورو 2020 ما زال من المنتخبات المرشحة لكاس العالم إزاي بتشوف فرصه وإزاي بتشوف قدراته على تحيي اللقب في العام الأخير بالنسبة للمنتخب الأسباني منتخب أسبانيا يضم لاعبين رائعين يؤدون بشكل إنجايد ويتطور شيئا فشيئا مقارنة بما كان في الماضي أو فترة الأخيرة أعتقد أن الفريق يؤدي بشكل جيد على المدير الفني يؤدي بشكل جيد لدينا جهاز فني كبير لدينا لاعبين رائعين ولكن بالنسبة لكاس العالم في قطر أنا عملت في قطر بالفعل المناخ هناك جيد لأداء كاس عالم جيد بالنسبة لمنتخب الأسباني أعتقد أن أتمنى طبعا لمنتخب إسبانيا أن يحقق الأمر مرة ثانية وأن نفوز بكاس العالم في قطر خسي كولادو رئيس معملت طويل أداء المهارات بنادي سبية بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك وعلى وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي والحقيقة كلام كتير جدا لأن العلم بقى ليه دور مهم جدا ورئيسي جدا في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم الحقيقة لكل يوم بنسمع فيها حاجة جديدة خلينا نروح لفاصل نرجع نتكلم مع حضراتكم على محترفيننا في الخارج مش بس فقرة الجي في أس اللي تعودتوا أنكم تشوفوها أو تتابعوها معانا في السادسة لكن الحقيقة كمان هنقدم لحضراتكم وجوه جديدة بتلعب في الدوريات الكبيرة في أوروبا وبنشوف أن هما ممكن يكون ليون فرصة أن هما يشاركوا أو يشكلوا جزء من مستقبل الكرة المصرية عشان تتعرفوا عليهم تابعونا في السادسة بس بعد الفاصل القصة اللي هتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي مش بس الحقيقة تخص لعبين شباب مصريين أو مواهب جديدة صاعدة وعيدة بتلعب في أوروبا لكن الحقيقة بتخص قضية أنك إزاي تستفيد من لعبين جيل تاني جيل تالت ممكن هما يلبسوا تيشيرت منتخب مصر ويكونوا إضافة قواية جدا للمنتخب وخصوصا أنه في تجارب ممثلة نجحت نجحت في بعض الدول شمال أفريقيا إحنا كان عندنا لو تفتكروا مثلا من سنين رامي شعبان حارس مرمى الأرسنل ومنتخب السويد كان ممكن جدا وحصل على ما أعتقد يعني حصل مع تواصل بس جي متأخر جدا ويلعب لصالح منتخب مصر استفان شعراوي مثلا نجم الميلا ومنتخب إيطاليا برضو كان ممكن لو فيه لو اتحركنا بدري لو بصنا الأمور بشكل مختلف لو فيه تواصل بشكل معين كان ممكن جدا نجوم بالحجم ده بيلعبه في أكبر أندية العالم يكونوا بيخدموا منتخب مصر وعالم مصر على سبيل المثال للحصل أننا بقدم لحضراتكم النهاردة مجموعة من اللاعبين المميزين جدا شباب صغير بيلعب في أندية كبيرة جدا في أوروبا بيلعب في دوريات كبيرة وعارفين طبعا أنه فترة الإعداد وطبيعة المنافسات بره على كل المستويات الحقيقة بتصنع لعب كرة على مستوى أكتر من رواعف وبالتالي إزاي ممكن نبص على ده أو نستفيد بده ده اللي بطرحه النهاردة في الفقرة اللي جاية مع ضيفي النقد الرياضي وسيم أحمد مساء خير يا وسيم مساء النور عليك مساء النور والخير على كل المشاهدين في كل مكان أنا الحقيقة يمكن لما قررنا إحنا في كل حلقة أربع يبقى فيه يعني تسليل دوق على الكرة العالمية كنت حابب جدا وكنت متأكد إن إحنا لو دورنا واكتهدنا وتعبنا شوية هنطلع نجوم مصرية يمكن ما يكونش حد تتكلم عليهم قبل كده وكلمنا على أسماء لعبين مصريين كتير يمكن منهم اللي معروف ومنهم كانوا بالنسبة للجمهور الكرة في مصر أنا شعب بالنسبة للمسؤولين إيه يعني مسؤولين كانوا عارفين وامتبعين ولا لأ بس إحنا يمكن الأسماء ما كانتش معروفة بالنسبة للجمهور بشكل كبير ومنهم عمر مرموش مثلا النهاردة بقى واحد من اللعيب الأساسية في منتخب مصر فحبينا الحقيقة نحن نتكلم معاك وتقدم لنا الحقيقة الوجوه المصري دي بس هتسمح لنا قبل ما ندخل في الموضوع ونشوف النجوم الصعيدة لو عادة دي تعال ناخد جولة مع بعض كده في الجي بي اس ونشوف نروح ملاعب أوروبا المختلفة ونشوف لعبتنا المصرية عملت إيه الإسبوع ده البداية من إنجلترا إنجلترا يب أبو صلاح أبو صلاح في المقدمة محمد صلاح اللي بيعيش حال التواهج أكتر من رائع الحقيقة ويمكن ظهر ده بشكل بير جدا في مباراة نورويت سيتي الحقيقة اللي اللعب فيها محمد صلاح مع ليفر بول وقدروا إنهم يحسموا النتيجة المباراة تلاتة واحد حط فيها صلاح حدف أكتر من رائع ويلا كامين صدي واني بصراح حط جواهم ملعوب جدا ما يجبوش غير لعيب كبير معدل تقييم صلاح في المباراة دي يا وسيم كان 8.3 درجة أربع محاولات على المرمى مجح في المراوغة أربع مرات ودي واحدة من المهارات اللي استطاع صلاح إنه يطورها بشكل كبير ما كناش بنشوفها في أول وتاني موسم ليه مع الليفر لكن السنة دي واضحة قوي وبيعملها مع فرق كبيرة ومدافعين من الآيار الثقيل الحقيقة قدر يطور الحالة دي عنده بشكل كويس دقة التمرييات في المباراة دي كانت 85% بواقع 34 تمريرة صحيحة وبشكل عام سجل 17 هدف ومازال في صدارة هدافي البريمير ليج القيمة التسويقية لصلاح حوالي 100 مليون يورو وليفر بول طبعا في المركز الثاني وراء المان سيتي برصيد 57 نقطة وفارق 6 نقاط فقط عن مقدمة الجدو حيات طبعا محمد صلاح يعني تبدأ يخرج من حالة الحزن اللي كانت بينا عليه بعد طبعا الخسارة في كسر أمم الإفريقية تتقلق الحياة كبير جدا زي ما احنا شفنا قدام نيروتش سيتي وحتى كمان مع انتر قدام انتر ميلانو كمان كان اكتر من رائعة طبعا نروح لتركيا مع محمود حسن تريزيجي طبعا المنتقل من أستن فيلا لبشاك شهير التركي والحقيقة يمكن شارك كأساسي في مبارات فرقته الأخيرة أمام ريزا سبور والمبارات انتهت بفوز إسطنبول بشاك شهير بنتيجة التنصف وتريزيجي هو اللي أحرز الهدفين لفرقته وصنع ثلاث فرص خلال اللقاء عام سبعة وشرين تمريرة سليمة من أصل تلاتة وتلاتين نسبة دقة تنين وتعملين في المية والقيمة التسويقية لتريزيجي حوالي عشر مليون يورو ويمكن أنقذ كمان كان مكتفاش بالأدوار الهجومية وصنعت الفرص والتهديف لكن أنقذ فرقته من ثلاث فرص محققة وفرقته حاليا في المركز التالت براسيد ستة واربعين نقطة استعاد جزء جديد من المستوى في بطولة أفريقيا طبعا وعايز عديف كمان وتم اختياره في فريق الأسبوع في الدور التركي نروح لمصطفى محمد مع جلاتة سراي ومصطفى محمد الحقيقة يمكن شارك لمدة 74 دقيقة في المباراة فريق الأخيرة أمام جوستي في الدور التركي ومباراة دي انتهت نفوز جلاتة سراي بنتيجة 3-2 معدل التقييف المباراة دي كان 7.1 درجة ونجح في صناعة هدف خلال اللقاء وحاول يمكن كليم وحاولتين على المرمى بالنسبة للتمريرات 9 تمريرات سليمة من أصل 14 بنسبة دقة 64% نجح في 6 انتحامات هواية من أصل 15 انتحام وجلاتة سراي حاليا بيحتل مركز متراجع جدا التلاتاشر في الدور التركي برصيدة 32 نوتا وقيمة تسويقية لمصطفى محمد حلاني هي 5.5 مليون يورو عمل مشكلة أخيرة أعتقد في المباراة حصل احتكاج بينه وبين أحد لعبي الفريق المنافس والموضوع محل بحث وتحقيق نتمنى يعني أنه هيعدي على خير الانضباط 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 واحد من أهم عامل النجاح بره وخصوصا أنه أنت بتلعب في دوريات كبيرة نروح لكريم خافز بيلعب في ملاتاي سبور طبعا شارك كبديل شارك لمدة 46 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة أمام أنطاليا سبور والمباراة انتهت بخسارة فرقته بنتيجة 2-1 تقييمه في المباراة كان 6.9 درجة لـ 14 تمريرة منهم 12 تمريرة سليمة من نسبة دقة 86% لعب 3 كرات عرضية منهم عرضية وحيدة سليمة وحاول مرة وحيدة على المرمى وأهضر فرصة خلال اللقاء حاليا فرقته بتحتالي المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب التركي برصيد 16 نقطة والقيمة التسويقية الكريم حافز حاليا هي 1.1 مليون يورو كريم يمكن مستوى تراجع بشدة في الفترة الأخيرة حد البيبير أحمد حسن كوكا طبعا المنطقل الدولي التركي والذي يقدم حياة عروض إلى حد ما جاهدة مع كونيا سبور شارك أساسي في المباراة الأخيرة لمدة 81 دقيقة والمباراة دي كانت أمام قاسم فاشا فريق تريزيجيل أدين المباراة دي انتهت بالتعادل 4-4 وصنع فيها كوكا هدفين خلال المباراة وكان لي محاولة وحيدة على المرمى خلال المطش ده يمكن كوكا كان لي 26 تمريرة منهم 21 تمريرة سليمة بنسبة دقة 81% ونجح في الفوز في التحامين من أصل 5 التحامات هوية كمان شارك لمدة 14 دقيقة أمام اسطنبول باشاك شهير في مباراة واحدة من المطشاط المؤجلة والقيمة التسليقية الكوكا 3-1 من 10 مليون يورو يستحق التواجد مع منتخب مصر الكوكا في الفترة جاء وخصصاً في مرحلة السنغال عشان يكون قميم معاك يعني كوكا خد فرص كثير قوي وما أثبتش وجوده مع المنتخب أنا شخصياً بشوف أنه كفاية كوكا للمنتخب طيب من كوكا نروح للمنطق الحديثاً للدول التركي محمود عبد المنعم كهربا اللي بيلعب لصالح فريق هتايس فور والحقيقة يمكن كهربا شارك في المباراة الأخيرة كبديل شارك لمدة 29 دقيقة والمباراة دي كانت أمام فانر فاشا وانتهت بخسارة فرقته بنتيجة 2-0 ومعدل تقييمه في المباراة 6.3 درجة مرر 3 تمريرات صحيحة من أصل 5 وحاول لكلمه حاولة وحيدة على المرمى خسر الكرة خمس مرات أثناء المشاركة وقمته التسويقية حالان حوالي 800 ألف يورو هتايس فور يحتل المركز الثامن في الدولة التركية ومعاه في رصيده 39 نقطة نتجه للسعودية حجازي طبعاً لم يشارك ولن يشارك لأربع أسابيع قادمة مع فرقيته اتحاد جد نتيجة الإصابة اللي كانت حصلته في بطولة أفريقيا لكن هنتبع حقيقة واحد من المتقلقين في الدوري السعودي بشكل عام ومع التعاون بشكل خاص مصطفى فتحي الحقيقة لعب التعاون السعودي شارك لمدة 69 دقيقة في خسارة فرقيته أمام اتحاد جده بكاس خدم الحرامين الشريفين بالدوري السعودي المباراة دي انتهت بهزيمة فرقيته زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 2-1 نسبة دقة تمرياته في المباراة كانت 47% فتحي في 3 مطشوات مع فريقه منذ انتقاله خلالها أحرص 3 أهداف وتم اختياره في تشكيلة الأفضل في الجولة مرة واحدة القيمة التسويقية حاليا هي مليون يورو والتعاون بيحتل المركز 11 في جدول الترتيب بالنسبة لدولة السعودي لكن أقول لكم أن 3 مباراة لمصطفى فتحي في السعودية مع التعاون كانت كفيلة الحقيقة بأنه يقدم عوراية اعتماده ويصبح الحقيقة واحد من يعني مع شوق الجماهير بالنسبة للفريق التعاون في السعودية قدم عروض قوي جدا وأثبت أنه خامع أكتر من رائع وأنا الحقيقة شايفه واحد من أفضل اللاعبين في الجيل الحالي يشتغل على نفسه يعني أعتقد ناحية الإمكانيات يملك إمكانيات كبيرة جدا لكن لو قدر يطور ناحية البدنية عنده مصطفى فتحي يروح في حتة بعيدة جدا تنتفق معك مليون في المية مليون في المية هي الحاجة اللي واحدة بتنقصه هي العمل البدني لكن كمهاريا واحد من أعلى اللعيبة موجودة حاليا بالزبط صحيح وعنده كمان يعني قدرات على التصويب عنده قدرات على التسجيل يعني مش بس مهاري لكن كمان فعال هي لناحية البدنية عنده لو عاليت شوية سيكون مكسب كبير جدا لمنتخب مصر في الفترة اللي جاي نروح للشباب الصغير بقى اللي محدش بيعرف عنهم حاجة أنا كنت بتكلم في البداية أنه في أوقات كتير جدا شفنا يعني في بعض التجارب تنمت بص مثلا النهاردة على نجوم زي زين الدين زيدان نجوم زي كريم بن زيمة نجوم زي حنا باع اللي مثلا اللي بيلعب للمنتخب التونسي ولعب منشستر يونايتد زيدان مثلا وبن زيمة اللي كانوا بيلعبوا منتخبات الجزائر بتالي كانوا قدروا يحققهم يعني ويوصلوا بالمنتخب الجزائري مثلا لحتة تانية خالص حي القدرة على استغلال أبناء الجيل التالت والرابع الموجودين من أصول إفريقية عموما ومن أصول مصرية خصوصا شايفها ازاي وعلى مدار السنين اللي فاتت مش بكلم في الوقت الحالي بس نجحنا في دولة طيب شايفها ازاي دي أنا عايز أرجع شوية كده أستاذ أحمد لورا شوية يعني من 2008 شوحنا من 2008 ده احنا من كام مؤمن بالموضوع ده وشغال عليه فعلا لأنه فعلا عندنا لعيبة مصريين موجودين في أوروبا وفي أنديات العالم بشكل عام كلها يمكن إحنا هنا في مصر ما عندناش خلفية بهؤلاء اللعيبة التحدي الكورة نفسه ما عندوش داتر خاصة بهؤلاء اللعيبة فمن زمان ما شغال على القصة دي وعايز أقولك وانت ذكرت تجربة اللعيبة اللي زي زيد دين زيدان أو بن زيمة أو حنب عل أو رامي شعبان أو رامي شعبان أو استفان الشعراوي نسبة نحن يعني لو تفتكر الموضوع ده حقيقي في أفريقيا بشكل عام بدأ من بدر شوي وأخذك بالذكرة لو نفتكر في تصفيات كهس العالم 2002 مع كابتل محمود الجهري ما كان معنا السنغال في التصفيات لو تفتكر كان برونو ميتسو تولى تدريب منتخب السنغال منتخب السنغال وقتها على خريطة فديجة وحج دوف وفرقة كان وقتها المنتخب السنغال على خريطة في أفريقيا وقت ما تولى برونو ميتسو المسؤولية ما كانش المنتخب ده موجود على خريطة خالص بس الرجل ده تحرك بشكل مختلف انه بتدى يشوف اللعيبة اللي هي فعلا من المهاجرين في أوروبا اللي اتولدوا بره وبلعبوا في أندية فرنسية حتى في الدرجة التانية مش في الدورة الممتازة في فرنسا وجاب فعلا بهم فريق وصل على حساب منتخب مصر لكاس العالم وكان منتخب مرعب ولو نفتكر في أول مباراة في الاتتاع كسبوا فرنسا وكان منتخب وقتها لو تفتكر أستاذ أحمد كان ليه عبرها شهيرة جدا كان بتقال عنه في الصحافة العالمية كان منتخب كانوا مسميه ميدين فرنسا المنتخب كله كان لعيبة جابهم من فرنسا غير المنتخب كله ووصل بيكاس عالم وكسبوا فرنسا الحالي أنه تكرر نفس الموقف ده وأنا أقوله لك ليه برضو كل ده عشان نشوف كل ده حصل قدام عيننا وإحنا ما استفدناش منه وحصل قدام مصر يعني أول مثال كان مع السنغال مرت الأيام ودخلنا في 2010 مع كابتن حسن شحات وكان عندنا أفضل جيل جيه في تاريخ الكرة المصرية جيل الزهب الكرة المصرية أول ما علانت القرعة المؤهلة الكاس العالم لو حضرك تتذكر كان معنا منتخب الجزائر وكان منتخبين تأيب مش فاكرهم كان مجموعة سهلة جدا كان أبرزها الجزائر وحتى الجزائر وقتها كانت في الخريطة الأفريقية فأضعف أحوالها ده ماتش السودان ده بالضبط لدرجة أنه وقتها أول لما أعلنوا القرعة الناس في مصر كان بتحتفل وأنا فاكر كان بتحتفل أول ما شافوا القرعة أنه احنا خلاص وإحنا كاس عالم الجزائر فعلا في الوقت ده ما كانتش لها أي قوة خالص هنا وبحير وراو اللي هو رئيس الاتحاد الجزائري في الوقت ده الراجل ده بدأ يعمل نفس العمل برونو ميتسو في 2002 أنه ابتدى يشوف اللعيبة اللي هي من أصول جزائرية اللي موجودة في فرنسا وموجودة في إيطاليا بتلعب مش تازم في التوب تيمز ممكن في أندية في المتوسطة في فرنسا وفي إيطاليا جابهم وعمل منهم منتخب جزائر كان مرعب قدر أنه هو ينافس منتخب مصر بجلها الدهبي وبرضو تتكرى نفس السيناريو ووصلوا على حساب منتخب مصر الكاس العالم وابتدى من هنا من النقطة دي يبقى منتخب الجزائر لحد النهاردة منتخب بيعتمد على اللعيبة أصحاب الأصول الجزائرية لحد النهاردة احنا بشوف الجزائر منتخب مرعب وشوفنا كمان في 2014 وصلوا لحد دور الستاشر وخرجوا بالعافية لو تتذكر منتخب ألمانيا بعد وقت إضافي وشوت رابع فالموضوع ده فضل طيب أنا عايزة أعرف إذا كان إحنا بداية في رغبة في ده هل عندنا من المواهب أو من اللعبين اللي موجودين بالفعل فنبتدي نشوف معاك بوقتي كده يعني أنا عارف أنه فيه لعيبة عندنا في الدنمارك فيه لعيبة في ألمانيا وتلعب في فرق كويسة فممكن نستعرض معاك المواهب تحب تبتدي بيه يعني أنا فيها ناخد نهاردة شوية أسماء كده نستعرضها منها مثلا على سبيل المثال هيسم حسن وهيسم ده أنا بشوفه واحد من أهم اللعيبة اللي لازم أن نحن نشتغل عليها ونشتغل عليها ده مش معناها أنه هو يعني يالله يرفع سماعات التليفون إحنا عايزيك تيجي تلعب في منتخب مصر خلاص كده انت خلصت المهمة بتاعتك الموضوع أصعب من كده وبياخد جهد أكتر من كده الأول نعرف من هيسم حسن سريعا هايسم حسن لكن إحنا عندنا دول أولاد لأب أو أم من المصريين اللي عايشين بالفعل في الخارج من سنين طويل نظبوط يعني كل الأسمار عن الصلاة دي كلها لعيبة اتولدت بره أهليهم كانوا مهاجرين نجيب هايسم نجيب هايسم سورة هايسم تاني معنا هايسم ده الحقيقة معه أكتر من جنسية مع الجنسية الفرنسية لأنه هو أصلا موروظ في فرنسا يعني هو أعتبر فرنسي من الأساس لكن ليه كمان أصول مصرية من ناحية الأب وليه كمان أصول تانيسية من ناحية الأم هايسم ده واحد من أبرز المواهب اللي موجودة في سنه في فرنسا بيلعب بالمناسبة في نادي دي بورتيفو ميرانديز وهو رايح هناك إعارة من نادي فياريال الإسباني طبعا فياريال احنا عارفين واحد من أكبر أنديت أسبانيا طبعا وأنديت أوروبا 2002 يعني 20 سنة طبعا لسا لعيب صغير بيلعب وينجي مين وينجي شمال والحقيقة أنه قبل كمان تخبر بالك انتقال لفيريال كان بيلعب في نادي اسمه تشاترو في الدرجة الثانية في فرنسا كان بيلعب الفريل الأول وبيشارك مع فريل أول وعنده 16 سنة بقى فقط وكان أصغر لعب في تاريخ نادي تشاترو بيشارك مع فريل أول ما لعبش باسم تونس ما لعبش باسم تونس لأنه حتى الحد هذه اللحظة اللي أنا بكلمك فيها هو مش مطلع أوراقته نسية لكن المفاجأة أنه معايا باسمتور مصري معايا باسمتور مصري خلصان وجاهز وكل حاجة خصل تواصل مع أي من المنتخبات المصرية يعني وصلته من حوالي سنة ونص بكابتن حسام البدري وطلب الباسمتور بتاع الولد الولد بعت الباسمتور بتاعه ووعد أنه هيدمه في أحد المعسكرات يسأل في ذلك كابتن حسام ما جابهوش الولد بلعب مع منتخب فرنسا تحت 20 سنة وتحت 18 سنة لعب كاس العالم تحت 20 سنة مع منتخب فرنسا حاجة ما شاء الله مهاريا عالي جدا احنا بنتكلم عن مصافات حي ده طيب احنا بس الحلقة النهاردة مقدمة احنا كل اسم من الأسماء لحضراتكم هتشوفها والوسيم هيدودوا على حضراتكم هنخصص لها بقية فقرة كاملة وسيم ونستعرف فيها حاجات كده ونتكلم على كل اللعب بتفصيل بعد فيا ريال في ايه معنا هوفنهايم اعتقد فيه لعيب مصري بيع في هوفنهايم فيه في هوفنهايم بس ناخدهم بالترتيب عشان الترتيب الصور يال وفيه بروسيا دورتمود اعتقد كمان وفيه دورتمود هنتكلم عليه ماشي فيه مصطفى أشرف ومصطفى أشرف ده في بروسيا بس مش دورتمود ده بقى بروسيا منشق لبخ بالزبط والحياة الولد ده عنده دلوقتي 17 سنة فقط ومع ذلك بيتم تصعيده للفريق الأول هو بيلعب في الفريق الثاني في السكند تيم لبروسيا منشنج لبخ مركزه لعب خط وسط مدافع بيلعب ستة وبيلعب كمان تمانية زي ما بقوله عنده 17 سنة مع الجنسية الألمانية والجنسية المصري بيلعب منتخب ألمانيا زي ما كلمنا كده عن هيسم مع منتخب فرنسا بيلعب مع منتخب ألمانيا تحت 18 سنة مع نادي بيتم تصعيده يشارك مع الفريق الأول ولعب مباريات ودية مع الفريق الأول لنادي بروسيا منشنج لبخ وشارك أمام بيرن ميونيخ في مباريات ودية الفريق الأول لبيرن ميونيخ والولد ده الحقيقة ليه مستقبل كبير جدا هنتناوله أكيد بالتفصيل في الحلقات اللي جاء ده مصطفى أشر فيه كمان أمين فاروق وأمين فاروق ده واحد من العيبة برضو في ألمانيا بيلعب فريق أول ورغم أنه عنده 18 سنة فقط في نادي اسمه فيهن فيسبادن وفيهن فيسبادن ده درجة ثالثة في ألمانيا وممكن بعض الناس أول ما تسمع درجة ثالثة تفتكر أو يتهيئ لها أنه ده فريق صغير لا طبعا الدوري الألماني درجة ثانية والثالثة ده أقوى من الدوري مصر ده مبدئيا رقم اثنين أنه بيلعب الفريق الأول وهو عنده 18 سنة بس فده بيؤكد أن الولد ده موهبة كبيرة جدا ورحالنا على تواصل مع كل الموديلين الفنيين لمنتخبات مصر كابتن محمود جابر مع منتخب 2003 على تواصل معاه وبحاول أوصله بهؤلاء اللعيبة منهم أمين فاروق وفيه كلام دلوقت معاه ومفوضات معاه أنه هو يجي ويلعب بإسم المنتخب مصر ولد ليه مستقبل إن شاء الله هكون كبير جدا مش فيه محمد طلبة وإحنا بنتكلم عن كابتن محمود جابر ومنتخب 2003 ده نفس الكلام زي أمين فاروق ده بوخهم الألماني بوخهم الألماني برضه مع الجنسية الألمانية والمصرية ده سنترباك مساك موليد 2004 عنده 17 سنة بيلعب حاليا في السكن دي تيم لنادي بوخهم الألماني وبرضه بيتم تسعيده في مبارات ودية مع الفريق الأول لنادي بوخهم وأكتر من كده برضه إنه كمان بيلعب ومنتخب ألمانيا تحت 18 سنة ده قلبة فاعة قلبة فاعة يعني لك أنت تتخير أصلاح ما لأن منتخب ألمانيا أنت تتكير منتخبات كبيرة ألمانيا فرنسا يعني يعني منتخب ألمانيا تحت 18 سنة بيضم منهم على فكرة مصطفى أشرف هو كابتن الفريق كمان كابتن منتخب ألماني يعني إحنا لو عادين بيتفرج دلوقتي على مطش مع احترامي منتخب ألمانيا تحت 18 مع متخب فرنسا وبيعوا مطشط ودي هل لك أنت مصريين لا هنقلبوا هنتفرج وحيخلص مطش وإحنا مش عارفين دول مصريين ده أنا عايز أقوله هنه هنتفرج ولعب هايل ومتخيل احنا مش عارفين دول مصريين فهيدي الكارسة فيه كمان سألتني عن اللعب برسي دورتموند اللي هو سببايل مكريكيس لأن فيه كلام كتير قوي بيتكتب دلوقتي وليومين دول على السوشيال ميديا أن هذا اللعب اللي احنا شايفينه هو لعب مريد ألفين بيلعب جناح وصنع ألعاب في نادي فيكتوريا برلين الألماني هو جاي من بروسيا دورتموند كان في بروسيا وانتقل لسه من شهر واحد يعني في انتقاط الشتوية الأخيرة انتقل لنادي فيكتوريا برلين والكلام بقى هنا اللي بيتكاتب بقى ويتقال على السوشيال ميديا أن الولد ده كيروش عايزه وانه هيجيبه قبل ماشر السنغال وده أنا بقول لحدك انه هو استحالة ليه استحالة مش عشان هو ولد وحش بالعكس الدوري قوي فيكتوريا برلين بشيك في الدرجة الثالثة هو قد لسه صغير زي ما بقول لعنده 21 سنة موليد 2000 ولكن لما تيجي تشوف أصوله المصرية هو أصوله المصرية بعيدة جدا يعني هو أصلا معه الجنسية بتاعة لاتفيا ومعه الجنسية الألمانية وأصوله بتعود للمغرب ومن بعيد قوي يعني عايز أقول لك والد جده انت بتخيل الجيل الرابع كان مصري طيب ده عشان تثبت أنه هو مصري الجد ده توفى وأبو الجد ده توفى يعني ما فيش أي حاجة تثبت أنه هو مصري الحل الوحيد عشان ده يجي يلعب لمصر هو ليه زي ما بقول أصول لسه بعيدة جدا مش هلعب تثبت الحل الوحيد انت تجنسه فقط من خلص الأول اليوم أصوله وسهله ومعهم باسبورات وفكار في البعيد لا وبعين لما تيجي تشوف الكلام بيكتب أنه عايزينه قبل لمطش السنغال يعني كان مش منطقي انت صعب انت تدخل أي واحد في ظل الفرقة اللي هي في انسجام دلوقتي ومطش مصيري زي السنغال صعب تدخل أي عنصر جديد إلا لو هتجيب بقى كريستان رونالدو ومع كامل احترامي سبرايل يعني هو لسه رعيب صغير وعد هتخلص إمتى الورق واتجيبه عشان السنغال فده الكلام ده أنا بقول مع حضرتك أنه غير صحيح على الإطلاق صحيح طيب هتسمح لي روح لفاصل ونرجع مرة تانية حضرتكم في ساتة سنكمل كلام طيب ده كان جزء بداية طبعا قبل فاصل شفنا جزء من الأسماء أو بعض الأسماء اللي عايبين المصيرين اللي بيلعبوا في أندية أوروبا ممكن جدا يفيدوا المنتخبات المصرية وخصوصا كلهم يعني كل الأسماء اللي قالها وسيم كلها سنها صغير جدا 18-20 سنة بالكتير فبالتالي قدامهم كتير في الملاعب السؤال هنا يعني وانا الحقيقة لما حضرنا الحلقة واتبعثت لي الأسماء والأندية كنت شايف أنه فكرة أنك انت تقنع أو تتواصل عشان تقول لنازي تعالوا لعبوا دولي باسمه منتخب مصر وهم عندهم باسفور مصري أو أصول مصرية هتكون سهلة لكن انت كمان واصلتني الفكرة أنه هم مش بس بيلعبوا براء دول بيلعبوا كمان لمنتخبات كبيرة زي ألمانيا وزي فرنسا هنا بتهدي الموضوع بقى صعب إزاي تقنعه أنه يسيب منتخب ألمانيا ومنتخب فرنسا وهو قريدي عايش هناك وبيلعب في أندية ألمانيا وفرنسا ويجي يلعب باسم المنتخب المصري طبعا الموضوع صعب جدا في هنا قليات للتفاوض انت ممكن تديله إيه وهنا في ناس ما بيعجبهاش الكلام ده على فكرة يعني في الناس تقول لك احنا مصر يعني ايه اللي هو احنا مجرد ما تقول لازم ييجي واللي مش عايزنا خلينا تكلم في موضوع ده الحلقة الجاية لأن ده محتاج وقت وحنا عايزين لأن الموضوع ده مهم جدا وأنا بحقيك عليه بس أنا محتاج وقت فيه طيب خلاص نكمل بقية الأسماء نكمل بقية الأسماء معنا فيه ريكاردو مسكاتيلي وده ولد برضو إيطالي مصري بلعب واحد من أشهر أندية إيطاليا وهنا جنوى الإيطالي اللعب موليد 2004 عنده 17 سنة بلعب في مركز الباكرايت هو بالمناسبة فيه أسماء يعني ريكاردو ده ليه اسمه مصري واللي هو بس ريكاردو أنا بيعرف أنه في بعض الأسماء في بعضهم يعني استفان شعراوي مثلا كان اسمه كريم بالضبط كده مزبوط وأليكزندر ياكوبزن أمير عادل أمير عادل أمير جي هنا وجي هنا يعني تجربته في مصر ما كانتش أحسن حاجة بس يعني اسمه أمير عادل بالضبط بس ريكاردو هو اسمه ريكاردو ما فوش تغير هل عندنا ده بيلعب فين في جنوى بيلعب باكرايت ووينجر عندنا وينجر كده اسمه ريكاردو مسكاتيلي في منتخب مصر برضو يعني لطيفة الحقيقة الولد ده ممتاز جدا بس مشكلته هي مشكلة الأوراق علشان خاطر الأوراق بتاعته محتاجة وقت شوية ممكن نشرحها برضو في تفصيل كل واحد واسم من دول هنركز عليه في حلقة من الحلقات ونقدمه لحضراتكم بشكل مفصل احنا بس بنقدم لكم أسماء سريعا ونعرفكم عليهم بشكل عامل فيه صلاح باشا طبعا وهو لعب فترة في الأهلي بالمناسبة مع أنه هو مروض في إيطاليا لكن جي قعد فترة كده سنة أو سنتين هو أخوه في الأهلي ورجع تاني لإيطاليا بلعب في أدونيزي وهو هدف فريق الشباب تحت 19 سنة في نادي أدونيزي هو مهاجم صريح سترايكر صريح رقم 9 وكنت الحقيقة وصلته فعلا بكابتن محمود جابر صراح ده ليه أخ اسمه ريتش ليه أخ اسمه ريتش لأ ولد مميز جدا مهاجم صندوق ودنيزي ده اللي لعب فيه حازم إمامي حازم احترف بره مظبوط واحد طبعا من الأندية الكبيرة والمشهورة طبعا في إيطاليا في كماء عندي سليم طالب وسليم طالب ده العيد موليد 2006 بلعب في نادي هيرتا برلين الألماني طبعا ده نادي كبير طبعا طبعا وهو كابتن فريق تحت 16 سنة وعنده 15 سنة جبته على فكرة المعسكر مع منتخب 2006 مع كابتن محمد واهب الحقيقة بناسة معاته الوقت وهو متعاون جدا متفاهم جدا ومهتم جدا زيه زي كابتن محمود جابر بملف المحترفين تحاولنا أن توصل معه بس يعني ما نجحناش في ده يعني يمكن دي بعض القطات للإسليم طالب والولد ده حقيقي ممتاز جدا وكرته حلوة قوي الكرة بيقدر أنه عنده كنترول عليها بشكل كويس قوي الرؤية بتاعته الملعب ممتازة جدا الباصلز حلوة جدا في رجله عايز أقول لك أن الأسبوع اللي فات بس كمان تم تصعيده يتمرن مع الساكند تيم لهيرتابريلين هو تحت 23 سنة رغم أنه رسى 15 سنة بس طبعا بس إنه صغير جدا بالزبط فالولد ده حقيقي ممتاز جدا يعني هنالك كلام أكيد عليه بشكل أكبر في حلقة تاني فيه تيبو غوبرييل وده برضو بلعب في ألمانيا وفي نادي هوفنهايم ويمكن ذكرت في البداية قلتها حد بلعب في هوفنهايم هو تيبو غوبرييل تيبو غوبرييل بلعب في نص الملعب في فريق تحت 16 سنة بهوفنهايم رغم 6 وكمان ممكن يلعب كمساك كسنتر باك مع الجنسية المصرية والألمانية وبرضو جيل حقيقة معسكر مع كابتن محمد وهبة هو واحد ملعبة ممتازة جدا وعنده يعني كلما يروح تيبو غوبرييل اللي قدامنا دلوقتي ده بالزبط فيه كمان معانا أدم طلبة ده انت كمان يعني احنا تقريبا كل المراكز فيها لعيبة كل مراكز يعني خط دفاع خط نص خط هجوم صنع علعاب يعني مفيش مركز كل المراكز فيها لعيبة ولأسمحنا على السعادة النهاردة دي مش هي بس ده فيها أسماء تايم بس طبعا عشان على فكرة بس شامبرو الكلام يتفهم في السياقه الطبيعي أنا عشي بقول ان الولاد دول احسن من الولاد الموجودين أنا بقول ان الاثنين مع بعض قوة ضربة وهيخلقوا منافسة وهيدوا لأي مدير فني ماسك أي فئة عمرية امكانية انه يختار وخدوا بالكم برضو يعني مع كامل احترام والتأديل يمكن ده بيحصل في الاهلي بس بس يعني 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 أنا بكلم على فكرة انك انت تطلع الولد من تحت متربي بشكل احترافي برا في اي نادي هتلاقي المنظومة على اعلى مستوى تغذية على اعلى مستوى نظام حياة على اعلى مستوى تدريب على اعلى مستوى علاج على اعلى مستوى فده بالتأكيد برضو اضافة لأي منتخب بيمس المصر فيه كمان معانا ادم طلبة برضو في المانيا وحايا فيه فيه كتير في المانيا تحديدا مصريين ادم طلبة واحنا امكان ذكرنا في الاول محمد طلبة وقلنا بلعب في منتخب المانيا أدم يبقى أخوه بلعب في نفس النادي في بوخهم بردو ولكن أصغر منه بسنتين بسنة واحدة 2005 محمد كان فيه واربعة لكن أدم 2005 وآدم بلعب في مركز المهاجم وصنع إلى العام نعم باي وان جيت وان فري اخذ واحد واخذ اقتنع يعني انت في اتفاق من النوع ده لو واحد اقتنع التاني طبعا هتسهل الدنيا أكيد طبعا فأدم بلعب مهاجم وبيلعب صنع ألعاب في بوخهم تحت 17 سنة وولد من الأولاد الحية المميزة جدا كمان في نختم هل في تواصل واسيم مع الولاد دول حصل طبعا طبعا ما أنا بقولك أنا بص انت بتعمل سرش على عيبا دي وبعدين تعمل كونتكت معاهم وبعدين ترجع تكلم المدرب هنا بتاع المنتخب وبعدين تعمل كونكشن ما بينهم طيب عايز 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 آخر اسم معنا آخر اسم وده بقى مش لعيب كورة ده مدرب صروة عقل صروة عقل ده مدرب حراس مرمى فين بقى في واحد من أكبر أنديت العالم بروسيا دورتومند الألماني هو صحيح بتدرب الناشئين تحت عشر وتحت تسع سنوات في بروسيا دورتومند هم ده بحراس مرمى زي ما بقوله ولكن خد بالك أنه أفضل مدرسة حاليا في مركز حراس المرمى هي مدرسة الألمانية فلما يتم الاستعانة بواحد مصري هو اللي بيعلم الناشئ الصغير في نادي كبير زي دورتومند ده هي كبيرة جدا وبالنسبة كان بلعب في الأهلي صروت عقل كان بلعب في ناشئ الأهلي زمان طبعا من سين طويلة قبل ما هاجر لألمانيا الفكرة أو المبدأ من خلال التواصل معهم في استجابة الناس دي ممكن تفكر أو ترحب بفكرة أنها تلعب باسم المنتخب مصر بيتهم مرحبين واللي مش مرحبين هم مش قفلين الباب بس عندهم تردد شوية خاصة لما تكون بتلعب لمنتخب كبير زي فرنسا أو ألمانيا أو واتفر هنا بتبقى فيه شوية تردد فيه حسابات مش معناها خلص أنه مش حابب مصر أو هتكلم في ده بعدين بالتفصيل لكل حالة وكل لعب إن شاء الله عورت الدنيا بشكرك شكرا جزيلا أنا أخبر رضي يا وسيم أحمد ودي كاتب البداية نوعد حضراتكم إن شاء الله مع واسيم في الفترة اللي جاية في السادسة نفرد مساحة ونفرقكم على المواهب دي ونشوف مع حضراتكم مشوارها لحظة بلحظة وإن شاء الله ننجح إحنا ومعنا واسيم إن إحنا نتواصل معهم ونقدمهم لحضراتكم على شاشة الأهلي في السادسة بذكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم مكملين معاكم في السادسة والكلام طبعا عن الأهلي وسانداونز بداية المواجهة المنتظرة يوم السابت اللي جاي مواجهة صعبة ومواجهة يعني تعتبر مش عايز أقول نهائي مبكر لأن إحنا لسه في دور المجموعات لكن واحدة من المطشط القوية في بطولة دوري الأبطال بشكل عام هنتكلم عليها بالتفصيل ونتكلم كمان على الكرة العالمية وتشانفينز ديجي النهاردة ومبارح بس بعد الفاصل المواجهة المنتظرة مواجهة المنتظرة مش بس عشان فكرة الصدارة وصراع النقاط لأننا إن شاء الله بإذن الله متطمن يعني وأغلب جميعنا دي الأهلي متطمنة على إن شاء الله قدرة الأهلي على حسم تذكرت التأهل وخصوصا أنهم متذكرتين لكن أنت الفكرة أنك بتستنى المطشط القوية دي لأنها بتبقى أهم من مطشط على مدار السيزن كله ومحدش ينكر أنه سانداونز بقى بنقابله في التمانية بنقابله في قبل النهاية بنقابله في دور المجموعات واحدة من أقوى المواجهات المنتظرة للأهلي الموسم ده المطش بتاع يوم السبت يتحدد على أساسه من وجهة نظري طبعا بشكل كبير جدا مين فرصه أكبر في صدارة المجموعة واستكمال مشوار والحمد لله أنه الأهلي عايش يعني أحسن رغم الغيابات والإصابات وده اللي قلت لكم في بداية الموسم كل المصاعب والمشاكل اللي قابلت الأهلي في المواسم الأخيرة ودي كانت رؤية ودي كانت الحقيقة ولازم نوجه شكر لمجلس إدارات ولازم نوجه شكر لجنة تخطيط والكابتن محمود الخطيب اللي وصل الأهلي وقارى كويس جدا سيناريو الموسم السنة دي وخطت كويس ونفس كويس عشان يبقى الأهلي يوقف على رجله مهما كانت الغيابات السنة اللي فاتت لو تفتكروا كان بيغيب لعب أو بيغيب اتنين الأهلي كان بيواجه مطب صعب وكان بيأثر بشكل كبير جدا على الفرقة السنة دي الحمد لله وعلى إيه مش بكلمكم على مستوى البطولة المحلية بكلمكم حتى على مستوى البطولات الكبرى زي كاس عالم أندية غاب عننا فرقة كاملة ومع ذلك الأهلي قدر ودي واحدة من العلامات اللي تطمن إن شاء الله قبل كمان ما أرحب بضيفي العزيز جدا فاروق عصام لازم أقول لكم كمان أنه تشامبينز ليج هتكون حضرة في كلامنا مع عامسة خير يا فاروق مساء الخير يا حمد موصوطا معك وأنا جدا مبسط ومسعت بيك في السادسة هتدي معك بالأهلي سنداونز مواجهة بعد طبعا مواجهة ما بسطتش الجماهير النادي الأهلي قوي قدام الهلاة السودانية كنا متوقعين إنه بعد الأداء الرائع في مطشط بطولة كاس عامل أندية إنه الأهلي هيوصل عروضه القوية لكن العرض ما كانتش على المستوى صح النتيجة إلى حد كبير مرضية لكن طبعا جمهور النادي أهلي مستنى كتير في مباراة سنداونز أي السيناريوهات أقرب من وجهة نظرك لمواجهة السبت اللي جاي والله يمكن مواجهة سنداونز مع النادي الأهلي طبعا اتكررت في السنين الأخيرة كتير جدا خلاص الأهلي تخلص بقى من دافع الطار والانتقام من سنداونز وإدري يتفاق على سنداونز أكثر من مرة طبعا إدري يتفاق على سنداونز أكثر من مرة فاللعيبة هتلعب بتركيز كبير مش هيبقوا متوترين ده إنه خلاص سنداونز فريق أنت حفزته كويس ومعاك المدرب اللي كان بيدرب في فريق قبل كده يمكن سنداونز الحالي أقل كتير من سنداونز قبل كده فيه نجوم كتير رحلوا عن الفريق وما تمش تدعيم الفريق بشكل مثالي وحتى جماهير سنداونز كانت منتظرة صفقات أقوى من كده يمكن شفنا تعمدت أشوف مباراة المريخ وشوف أداء سنداونز كان أداء سنداونز في مباراة المريخ أقل كتير جدا من مباراة الهلال رغم أن الملعب المباراة كان ملعب مثالي طبعا في المريخ ما رحوش السودان يعتبر ملعب محيد طبعا وما رحوش السودان ما لعبوش زي الأهلي ساعة تلاتة دور اللي أنا ما كنتش عارف لسبب تحدينا أن أنت تلعب تلاتة دور يمكن تلعب في وقت هم بيعتقدوا أن الحرارة العالية بتأثر شوية على فرقة النادي الأهلي في أغلب فرقة أفريقيا بتحب التعبك في الجو اللي هم متعودين عليه ويمكن الكاف قال أنه بعد كده لأوقات المباراة هتبقى في الفترة المسائية وفي ملعب مختلفة لكن سانداونز لعب في أجواء مثالية ورغم كده الأداء ما كانش مثالي لو شفنا مباراة المريخ ضد سانداونز المريخ كان هو الأقرب للفوز ضيع حجمتين في منتهى الخطورة وحتى سجل هدف وتم إلغاء الهدف فكان المريخ السوداني اللي هو يمكن يعتبر أقل فرق المجموعة كان خطر كبير جدا على سانداونز فسانداونز ضد النادي الأهلي مش هيبقى الخطر الكبير لو لعبت النادي الأهلي دخلت المباراة بالأسلوب المعروف والأداء اللي شفناها المباراة الأخيرة ضد مصر المقصة أنا مبسوط جدا بالنادي الأهلي بصراحة مبسوط جدا بموسماني لأن أنت بتدخل المباراة ما تعرفش طريقة اللعب اللي هيلعب بيها آخر مباراة رجع تاني لأربعة اتنين تلاتة واحد بعد ما تكلمنا أنه هو في خطة اللعب بلعب بيهم تلاتة أربعة تلاتة واربعة تلاتة تلاتة في خطة جديدة تضافة أربعة اتنين تلاتة واحد وشوفنا الاعتماد رجعت بقى هذه الخطة الأساسية بالضبط فأنا دلوقتي مدرب مدرب الخصم داخل لعاب النادي الأهلي أنا مش عارف النادي الأهلي هلعب بأني خطة لعب ودي أكتر حاجة ممكن تشتت أي مدرب لفرقة أنت داخل الملعب أنا مش عارف هلعب بثلاث مدافعين هل هيلعب الباكين طايرين لقدام هل يلعب بأربع مدافعين ده بيشتت أي مدرب ويمكن مدرب سانداونز أعتقد أنه حاليا مش عارف يجهز ويحضر للنادي الأهلي لأنه النادي الأهلي يقدر يلعب بأكتر من طريق لعب ويقدر يغير طرق لعبه في المباراة من وجهة نظر الشخصية في المباراة القادمة ضد سانداونز الأنسب أربع مدافعين مش تلات مدافعين لأسباب مهمة جدا أهمها الارتداد السريع اللي بيعمله فريق سانداونز فريق سانداونز من أفضل فرقة في أفريقيا اللي بتعمل ارتداد سريع ومرتداد لما شفنا الأهلي ضد بالمراس لما لعب بثلاث مدافعين كانت الهجمات المرتدة على النادي الأهلي فيها خطورة شوية بسبب تقدم الظاهرين وفتح المدافعين للمساحات ما بين المدافعين ممكن استغلالها ضد سانداون فالأفضل لو مدافع واحدة تضرب بتبقى فيه مساحة كبيرة جدا في خط النفاع خصوصا أنه المباراة على ملعبك وانت المطلب أنه هتسيطر على الكرة فأنا أعتقد أنه ممكن تلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة مع وجود ثلاث لعبين في وسط الميدان ديانجو وحمدي فاتحي والسلية خصوصا أن المباراة الدور المجموعات أنت مش مطلب بتحقيق نتيجة كبيرة واحد سفر موقت تأخذ ثلاث نقطة انت عايز ثلاثة بوندخل بالضبط فممكن تأخذ ثلاث نقطة من واحد سفر فريق هدف واحد فأنت مش محتاج الهجوم الشرس في أرضك غيابات أنا عارف كمان أنه بالإضافة لأنه فيه رجوم رحل وفيه صفقات ما كانتش على المستقر عارف كمان أنه فيه أسماء من أبرز الأسماء في الفريق هتكون غاهبة عن لقاء السبت اللي جاي أبرزهم طبعا سيرينيو طبعا يعني أعتقد يمكن يكون أبرز أو أهم لعب الفرقة في الوقت الحالي طبعا سيرينيو لعب مهم جدا في منظومة سانداونز ويمكن المدرب لجأ في ضد المريخ وكان بلعب بتلاتة أربعة تلاتة خطة اللي بيعتمد عليها مستر موسيماني واللي دلوقتي بقيت أنا بشوفها في الدور تريند في الدور المصري كل الأندية دلوقتي يبتنعب بالخطة دي فهو لجأ لتغيير الخطة خصوصا لأن سيرينيو لعب ضد الهلال فلعب بخطته العادية أربعة تلاتة تلاتة بسيرينيو وزواني الاتنين أخطر اتنين لعيبة في هجوم سانداونز لكن مع غياب سيرينيو لجأ لأنه تغيير خطة اللعب الثلاتة أربعة تلاتة لعدم وجود صانع لعب صريح في تشكيل سانداونز طبعا غياب مؤثر لكن برضو عندهم عناصر هجومية خطيرة جدا في نقطتين اتكلمت عليهم زي ما قلنا الارتداد السريع لسانداونز والنقطة التانية يمكن لعيبة سانداونز تمتاز شوية بقصر القامة لكن هم خطرين جدا في الكرات السبت بسبب وجود المدافعين بتاعهم المدافعين بتاعهم دايما سانداونز عندهم مدافعين طوال القامة بيقدروا يتقدموا في الكرات السبتة سواء الكرات الركنية أو الكرات السبتة حدود المنطقة فلازم لقال ياخد باله كويس جدا من كرات السبتة التشكيل للعب مباراة المقصة الأخيرة فيه أسماء كتير جدا ظهرت لأول مرة أو يعني مش لأول مرة يعني كانت ظهرت قبل كهة طبعا بس أصدقل خدت فرصة كاملة لأول مرة من فترة طويل تعتقد أن مستر موسيماني هيعمل تغيير على تشكيلة مباراة يرجع مرة تانية الفريق اللي لعب دوري الأبطال ولعب كس عالم الأندية ولا شايف أنه فيه وجوه ظهرت مباراة أو ظهرت في مباراة مباراة بشكل كويس استحق أنها تاخد فرصة قدام سانداونز ولا من وجهة نظرك دي ممكن تبقى مغامرة أعتقد في الكرة عند المدربين فيه حاجة اسمها المومنتم بالنسبة للعب المومنتم ده لو لعب عندك تقلق في مباراة سجل هدف واتنين بتبقى صعب جدا بعد كده تحطه على الدكا خصوصا الماتش اللي بعده على طول فأعتقد ميكي أو لويس ميكي سوني هيبقى موجود في التشكيل ممكن يبقى موجود مكان طهر في الخطة اللي موجودة وأحمد عبدالقادر أكيد ممكن يرجع تاني وأفشا شفناه في المباراة كان متقلق مع حسين الشحاتف بصراحة مستر موسماني هيبقى فيه حيرة كتيرة جدا في اختار اللعبة اللي بتلعب تحت راس الحرب لكن أعتقد محمد شريف حجس مكانه قدام لكن الوجود أعتقد اللي هيبقى موجود هيبقى أحمد عبدالقادر وأفشا وميكي سوني وبرضو بأكد مرة تانية مع فروق أن بيرسيتاو جاهز للمشاركة لكن لائق يعني من ناحية البدنية هو مفوش ما بيشتكيش من حاجة والحمد لله يعني طمين عليه لكن طبعا رؤية الجهاز الفني الراجل ده فت ممكن أستخدمه كورقة أساسية أولا ممكن أستخدمه كورقة بديلة دي حاجة بتاعتميس المسلماني محد بش يقدر يدخل فيها يمكن بيرسيتاو شوية هيبقى مرعب شوية لعابة جنوب أفريقيا لأنه معروف صمعته في جنوب أفريقيا كبيرة جدا فلو تواجد في المباراة حتى لو في الشوت التاني خد دايق هيبقى مرعب جدا لدفاعات سانداونز ولازم أعتقد وجوده في المباراة دي هو حتى بيتم تجهزه من فترة للمباراة دي تحديدا تقييمك للبطولة بشكل عام من الفرقة اللافتت نظرك في البطولة لحد دلوقتي يمكن الفرقة كلها مستوياتها من كشر عن أنيابه أو من شايفه مرشح محتمل أن يكون منافس للأهلي علاقة والله أنا حاليا مشايف القرى يعني للأهلي حالي منافس موجود في القرى يمكن الأندية كلها بتعاني من أزبات شوفنا وفاق سطيف الشاب والزداد بيتبرع له بتمن الرحلة للسفر للجزائر ففي تخبطات كتير في فرق كتير يمكن التراجع شوية عز الصفوف وطبعا ما تقدرش تستبعد فرق المغرب سواء الوداد أو الرجاء لكن حاليا النادي الأهلي مستوى الحالي ومستوى اللي قدمه في كاس العالم الأندية لو استمر بالشكل فرص الأندية المصرية نحن كلمة على الأهلي عايزة أسمع منك شايف إزاي مشاركة الزمالك شايف إزاي مشاركة بيرامدز والمصري في الكونفيدرالية والمستوىات اللي قدموها لغاية دلوقتي في البطولتين يمكن مسيرة المصري وبيرامدز في الكونفيدرالية هتبقى أسهل شوية نسبيا من فرق دوري الأبطال الزمالك شفنا في دور المجموعات واجهة صعوبات بترو أتليتكو والتعادل في الديئة الأخيرة وحتى مباراة سنغال كان فيه سوق حظ بيصادف الزمالك لكن أعتقد أنه هو أي واجهة صعوبة لأنه لسه مباراة الأنجولة بالضبط أي واجهة صعوبة في بترو أتليتكو هناك يبقى صعب جدا فالزمالك يعني حظوظه صعبة في المجموعة لأنه صعب المباراة في أرضه ضد بترو أتليتكو كان لازم تتحسن خصوصا أنها بداية دور المجموعات كان لازم ياخد دفع المواجهتين اللي جايين مع الوداد الأولى في المغرب والتانية في القاهرة تبقى مواجهت صعبة جدا لو زمالك ما خرجش على الأقل بأربع نقط من المواجهتين هي صعب على نفسه التأهل المصري وبيرامت في الكونفيدرالية شايف مردودهم إيه أو أنا عارف يعني أفرادش يمكن على المطشطهم بس يعني عارف أنه ممتبع النتائج مقدمين نتائج المصري أعتقد كسب مازنبي واحد من فرق برضو يعني أه مش مازنبي اللي احنا عارفينه يعني بطل القرى لكن في النهاية برضو فريق ليه اسمه وفريق بطل عنده شخصية البطل فكونه يتغلب عليه دي حاجاته حسب له بيرامت أعتقد كمان كسب في المباراة الأخيرة أعتقد أهلي ترابلوس الليبي بالضبط يمكن تأهل بيرامت والمصري أعتقد أنه هو هيبقى محسوم بالنسبة لهم المصري بس محتاج يحافظ على استقراره لأنك شفنا تغيير الجهاز الفني والكلام على عدم الاستقرار الفترة اللي جاية ده مهم جدا خصوصا النادي المصري قدام فرصة زعبية أنه بيلعب حاليا بيمس المصر في بطولة القرية روح معك لتشابينزيج نهاء أتكلم عن مطشوط النهاردة الأول وتحب نعلق سريعا على مطشوط إمبارح لا نعلق على مطشوط إمبارح عندنا نبتدي بليل وشيلسي طبعا المباراة كانت ممتازة جدا من شيلسي وحتى توماس تخل بيس بالدايمن أنه هو مدرب المعايد الكبرى شفنا أداء مثالي أعتقد من شيلسي إمبارح الجماهير كلها راضية عن مرضود الفريق ضغط عالي ببداية المباراة يمكن كاي هفرتز اللي بدأ المباراة بدل من روميلو لوكاكو كان روميلو لوكاكو مر بفترة هو بيمر حاليا بفترة هو غالبا توقعتك هيكمل مع شيلسي واضح أنه علاقة متوترة جدا هو يمكن كان صعب أن أنت روميلو كاكو العيب كبير قيمته السوقية كبيرة جدا كان صعب يبقى في انتقال ليناير لأن الفرق في يناير ما بتدفعش فلوس كتير فكان صعب لكن هو حتى طلب بعد التصرحات بتاعته دي كان طلب الرحيل لكن شيلسي مقدرش يتخلى عنه فهو دلوقتي توماس توقل مجبر أنه يعتمد على روميلو كاكو فكاي هفرتز كان البديل بتاعه وأثبت نجاحه وسجل هدف وقلنا كده تقررنا المطش والإحصائيات النتائج أو الأقام الخاصة بالمواجهة في مواجهة شيلسي النتيجة طبعا 2-0 لنادي شيلسي المراوغات نسبة 57% لنادي شيلسي 58% لليل لأن ليل عندها لعيبة مهارية كتير جدا نسبة الاستحواز 51% لتشيلسي 49% لليل تمريرات الصحيحة 543 تمرير لتشيلسي 518 ليل بنسبة 81% لليل و85% لتشيلسي تصويبات على المرمى من 9 تصويبات لتشيلسي كان فيه 4 تصويبات على المرمى من 15 تصويب الليل كان فيه تصويبتين بس على المرمى العرضيات 13 مقابل 19 لليل الركنيات كانت ليل المتفاوقة في الركنيات رقميا مباراة متوازنة يعني تحس انه الفرقتين كانت سجال بصرف نظر النتيجة طبعا لصالحة شيلسي في النهاية لكن أقصد أقول كان فيه حصائيات دايما مباراة البلوز الموسم دا مع توماس تخل هتلاقيها دايما متقربة لكن لو اتفرجت على المباراة والأداء داخل الملعب هتلاقي الفرقة القصاد شيلسي دايما متحجمة هتضرش تشكل خطورة على المرمى لكن بيقدر توماس تدخل في المرشاة الكبيرة يخرج فايز وده مهم جدا للشيلسي واعتقد مباراة ليل في مباراة العودة هتكون صعبة بسبب الملعب ملعب ليل واحد من أصعب الملعب في فرنسا وجماهير ليل جماهير متعصبة جدا وهي فرعب بصرمة البطل الدولي الفرنسي يمكن بيمروا الموسم دا بفترة انه دا مسيقة برضو لانهم في المركز السابع بعد ما كانوا أبطال الموسم اللي فات وما ضحوش بنجوم كتير من الفريق فالمباراة العودة هتكون صعبة لكن شيلسي هيتأهل نيجي للمباراة الثانية يا ريال واليوفي اليوفي ساي جدا اليوفي غريب ساي جدا فيه علامات فهم كتير جدا وخصوصا بعد عودة ألاجري يعني 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 مش دا اليوفي مش دا بطل إيطاليا عشر سنين مش دا الفريق اللي كان بينفس كبار أوروبا على لقب المطولة مش أيام المجد وتحقيق اللقب حتى في السنوات الأخيرة في حالة انهيار حصلة فيه طبعا خلينا نشوف الإحصائات وبعد كده نتكلم عن حالة الانهيار في اليوفي المباراة نتاعت بالتعادل واحد لواحد على ملعب فيا ريال التصويبات كان 7 تصويبات ليوفينتوس مقابل 9 لفيا ريال المراوغات كانت نسبة 58% مراوغات لليوفي نكحة مقابل 46% لفيا ريال نسبة الاستحواز كانت 46% ليوفينتوس 54% لفيا ريال تمريلات الصحيحة 81% لليوفي 87% لفيا ريال العرضيات 20 عرضية لفيا ريال مقابل 8 عرضيات فقط لليوفي و4 ركنيات لفيا ريال مقابل 0 لليوفي وده طبعا ترجمة لسيطات فيا ريال على المباراة وحتى ضايع فرص كتير وكان أقرب أنه هو يخرج فايز من المباراة لو رجعنا لتشكيلة اليوفي وبصنا على أسماء اليوفي اللي كان فيه ندفد كان فيه ديل بيرو كان فيه تريزي جي وأسماء كبيرة هتبصد للوقت هلاقي خطت فاعه وبيتكون من دانييلو وألكساندرو وليتشيليو وكان حتى موجود ليوناردو بيونوتشي أو جورجو كليني فريق ضعيف جدا كان أسماء يمكن كان خلط كبير رجوع أليجري وحتى اختيار أليجري لليوفي على حساب ريال مدريد كان معروض على أليجري تدريب ريال مدريد قبل كارلو أنشلوتي وفضل العودة لليوفي كان اختيار خاطئ من يوفينتوس وكان اختيار خاطئ من أليجري الجولة النهاردة فيها موجهتين أنا شايف أنهما فيهم كرة حلوة يعني أتلاتكو مدريد فريق عنده عناصر أنا بشوفه الحقيقة يعني فريق ممتع كاراسكو جوعو فيليكس لويس سواريز كلهم الحقيقة يعني عندهم كرة حلوة وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول أنا كنت أصل فترة من فترات منشستر يونيتد ده بالنسبالي بعد الأهلي على طول فمنشستر يونيتد يبقى منشستر يونيتد وعنده سكواد الحقيقة محترمة ما مقدرش أقلل منها يعني برونو فرناندز مع كريستيانو رونالدو يعني اسمها برضو معالة تقيل حتى لو كانوا كبروا شوية زي رونالدو أو كده لكن متوقع أنها تكون مباراة أو مواجهة قوية تنتظرها لو تحب تفرجة كرة يجب أن تستنى أتلاتكو مدريد في مواجهة المان يونيتد أكيد أكيد يمكن دلوقتي فيه نبرة شوية في إنجلترا طالع عند منشستر يونيتد هياخد دور الأبطال وحتى الستوديوهات كلها بتتكلم أن التحضير كله في منشستر يونيتد لبطول دور الأبطال يمكن خلاص الأمل في المنافسة على اللقب صعب جدا فيه منافسة شارسة على المركز الرابع في الدور الإنجليزي لكن في دور الأبطال تركيز اللعيبة منصب على البطولة دي كل التصريحات بتقول أنه إحنا أنتم تستقلوش بينا إحنا هننفس على اللقب منشستر يونيتد دايما النادي كبير وهنفس على اللقب حتى فريد قال أن إحنا هنضحي بالروح والدم من أجل البطولة دي ومن أجل إسعاد الجماهير وجود كريستيانو رونالدو في حد ذاته مكسب كبير جدا خصوصا أنه هيلعب أتليتكو مدريد تاني أفضل فريق مفضل بالنسبة لكريستيانو رونالدو سجل فيه 25 هدف ويمكن أفضل فريق بالنسبة لكريستيانو رونالدو كان إشبلية سجل فيه 27 هدف فوجود كريستيانو حتى في ذكرى كده سيئة مع جمهير أتليتكو مدريد اللي عايرت كريستيانو بعد الفوز على اليوفي بفرق هدفين كريستيانو رد عليهم وقال لهم انتظروني في مباراة العودة وقدر يسجل 3 هدف بمفرده ويقود اليوفي للتأهل على حساب أتليتكو مدريد فوجود كريستيانو حتى في الملعب على العطفة لكريستيانات الأقرب خصوصا أنه هناك غيابات كثيرة في أتليتكو مدريد فيه أنتوان جريزمان ممكن موجود لويس سواريز مش موجود كاراسكو مش موجود كاراسكو كمان مش موجود هناك غيابات مهمة جدا عن تشكيل سيمير طبعا العيد كبير حتى راح لعب في الصين شوية بالضبط ورجعه تاني لأنه كان لعب مهم جدا في التشكيلة اللي وصلت مرتين لنهاية دور الأبطال وكانت قريبا من تحقيق اللقب لتفاصيل سوارة جدا ضد رين مدريدي صحيح المباراة التانية على الرغم أنهما مش فرقتين من العار التقيل لكن فرقتين ده أولا دايما عندهم قدر أنهما يقدموا نجوم بالذات كمان الناحية الهولندي يعني آيكس بصراحة مدرسة آيكس في اختيار المواهب وتقدمها أنا بقول لكم من دلوقتي هو هالر وأنتني لتنين دول السيزن اللي جاي من قبل ما البطولة تخلص الاثنين دول هتلاقون في اتنين من أكبر أندية أوروبا والاثنين الحقيقة أنا بشوف أنتني البرازيلي ده ولد يعني لعيب كبير جدا جدا وممكن جدا يعد كمان نمار والناحية التانية بنفك البرتغالي والحقيقة فرقتين زي ما أعطيك مش من الأسماء الكبيرة في أوروبا لكن أنا متوقع أنهم يقدموا برافيا كرة حلوة طبعا الفرقتين بلعبوا كرة حلوة والفرقتين عندهم مواهب ودايما بيتمضوا على المواهب الصغيرة والمواهب الصغيرة دايما بتقدم كرة ممتعة وبتبعى عايزة تظهر نفسها للفرقة الكبيرة لو بسيت لأيكس بالذات يا فاروق يعني ارجع كده الأيكس بالتاريخ الورا شوف كم الأسماء اللي خرجت من أيكس نجوم صغيرة ما حدش يسمعنا حاجة ومن أكبر نجوم أندية أوروبا هتلاقي أنه النجوم دول جابوا لأنديتهم الجديدة ألقاب يعني عشرات الألقاب في الدوريات الأوروبية في البطولات الأوروبية هو آيكس يبقى واحد من أفضل مصانع تفريغ المجوم في أوروبا كلها ودايما الفرق ويسوارس خرج منهم من عندهم إزلاتان إبريموفيتش خرج منهم مارك أوفرماوس دينيس بيركام ويسلي شنايدر خرج منهم ويسلي شنايدر والجيل اللي قدر يوصل نصف نهاية دور الأبطال كله خرج يعتبر من ديليخت وفان ديبيب وحكيم زياش حاليا دوزان تاديش لعب آيكس وممكن هو أفضل لعيف آيكس وأفضل لعيف في الجيل اللي فات ومرضاش يرحل رغم العروض الكتير جدا اللي جات له لكن فضل فضل استمرار مع آيكس آيكس وبينفيكا مباراة تبقى ممتعة جدا هيبقى فيه غلبة آيكس طبعا آيكس بيمر بفترة زهبية مع إيرك تينهاج اللي هو بالمناسبة مرشح لتدريب منشستر يوناتد إيرك تينهاج دخل فيه عشر أهداف بس الموسم ده في الدور الهولندي يمكن وسجل أكتر من مئة هدف فأنت بتتكلم في فرقة خارقة هو تعرض عليه قبل كده ورفض أعتقد هو تعرض عليه تعرض عليه بعد الجيل الزهبي اللي كونه مع آيكس أنه يرحل عن الفريق لكن هو فضل أنه تسليم يكون جيل جديد ويسلمه لإدارة آيكس وبعد كده ياخد الخطوة الجاية اللي هي خلاص في الصيف الجاية هيخرج تينهاج ويمكن منشستر نهاتد أقرب فريق اللي يضمه هو حق العلامة الكاملة في دور المجموعات وهو الفريق الأقرب للتأهل عنده نجوم كتير يمكن بنفيكة بس ممكن النجوم اللي نقدر نتابعها في المباراة هو داروين نونيز المهاجم الأروجواني من كنترول وسائلتي بيقولك من أرقام آيكس أمستردام في آخر عشر مباريات أحرز الفريق تسعة وثلاثين هدف واستقبلت شباكو هدف واحد بس يعني عشر أهداف طوال موسم ده صعب جدا يعني فرقة ورغم كده فرقة هجومية جدا لو تركت على المباراة هو بيعتمد دايما على أسلوب جوارديولا السلوب الاستحواز وعلى الكورة والهجوم بكسافة هجومية أن أنت ما تديش الفرقة اللي أصدق أصلا فرصة أنها تهجمك هو ده العشر أهداف دي مش يمكن جودة فردية لإدفاع آيكس لا هو ما بيديش الفرقة للفرقة التانية الناس نحو جعبوا عشان تهجموا أصلا ده يمكن يمكن حالية منشستر سيتي بيتصدر أفضل لإدفاع بسأب الطريقة دي أن أنت ما تديش الفرقة للفرقة اللي أصدق أنها تهجمك وتوصل للمدفعين فآيكس فرقة بصراحة منظومة حلوة جدا ممكن المباراة هتبقى ممتعة لكن طبعا مباراة منشستر النهاردة وقتلتكم مادريد هي الكريزة بتاعت اللقاء من التمن جولة أو تمن اللقاءات إحنا جولتين على مدار أسبوعين شفنا أربع مواجهات الأسبوع اللي فات وأربع مواجهات هل كشف البطل عن شخصيته لغير دلوقتي ولا المفاجأة وردة في نسخة سنة السنة اللي فاتت ناس كتير تكلمت عن الباير ناس كتير تكلمت عن PSG ناس كتير تكلمت على Manchester City وفجئنا في الآخر بتشلسي على منصة تتويج هل تتوقع سيناريو مشابه للسنة اللي فاتت ولا البطل بالنسبة لفاروق واضح من دلوقتي لا البطل مش واضح يمكن التوقعات بتشير لبعض الفرق لكن دايما مباراة دور الأبطال بتبقى فيها سيناريوهات مختلفة دايما الفرق اللي بتبقى أوفر حظا بتواجه صعوبات مع الضغوطات خصوصا الفرق اللي محققتش الأهداف بقالها فترة سواء باريس سان جرمان أو منشستر سيتي اللي هم بيوصلوا لمرحلة ربع النهائي ونص النهائي الضغوطات دي بتحولهم لفرق أقل كتير جدا من مستوائهم بتشوف منشستر سيتي بيكسب 5-0 ديد سبورتينج في دور الستاشر ومستوى عظيم جدا لكن تعال تفرج عليه مثلا في مباراة نص النهائي أو ربع النهائي لما الضغوطات بتزيد والهدف الأكبر بالنسبة لمنشستر سيتي فرقة بتنفق مليارات وباريس سان جرمان اللي أنفقت مليارات بيبقى ضغط زيادة جدا على الأيبة صدقني قبل مباراة نهائي دوري لأبطال إن شاء الله بإذن الله أنا هكلم بيب جورديول أقوله أرجوك في مباراة النهائي بالذات بلاش فلسفة زيادة بلأ وتأهل لا بس إن شاء الله بإذن الله أنا شايف السيتي السنة دي بيقدم يعني مستويات يعني مش حكاية الخامسة بتوعب سبورتينج مش بونا لا يعني الفريق الحقيقة ويسيبك من سقط التاتنهم لأنها مباراة لها يعني خد بالك الفترة اللي جاء تبقى صعبة في دور الإنجليزي جدا 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 سواء على ليفربول أو على منشستر سيتي طيب عايز أخد رأيك في المواجهات المنتظرة بعد الجولة الأولى بتاعت الإسبوع اللي فات في ماتشاط الناس متفقأ أنها حسمت خلاص المواجهة يعني فوز الليفر على الإنتر في ملعبه 2-0 بيقول أنه ليفربول خلاص وصل للدور الجاي وأنه إنتر بيوضع البطولة تتطفق ولا شايف أنه الإنتر قادر يرجع في الأنفلد لا صعب الأنفلد صعب الأنفلد ما فيش يعني ما فيش فرق حتى حققت في نتائج مكسب بقى لها فترة طويلة فترجع من نتيجة 2-0 لا صعب جدا صعب ليفربول حسن هل شايف أنه فرص الريال برضو ما زالت قائمة ولا أنه البي أشجي هيواصل العرض المبهر هقول لك حاجة المباراة دي بزياد هتعتمد على تكتيج كارلو أنشلوتي كارلو أنشلوتي لو فتح الملعب وتنازل عن أفكاره في مباراة الزهاب وفتح المساحات لإنبابي ونيمار وفتح المساحات لباريس سان جرمان ريال مدريد هيخرج وباريس سان جرمان هيقدر يكسب في السانتياجو لكن لو بدأ المباراة بشكل متوازن ولعب واقعية هيقدر يرجع في النتيجة بمناسبة الكلام على أنشلوتي شايف أنه شايف إزاي مستعبال أنشلوتي في الريال في ظل الكلام من فترة طويلة على عودة زيدان في بعض الكلام أو التقارير صدرت بتقول أن بوشتينو من المرشحين لتولي مسؤولية التدريب الملكي شايف قصة أنشلوتي ووقاوه أو استمراره خصوصاً لو خرج من دولي الأبطار يمكن فلورنتينو بريز رئيس ريال مدريد هو جايب أنشلوتي لأنه أنسب مدرب يقود المرحلة الحالية هو مش عايز يصرف فلوسه وبقاله سنتين ما جابش تعاقدات كبيرة يمكن كما فينجا بس هو الصفقة اللي دفع فيه 40 مليون لكن بقاله سنتين ما جابش تعاقدات كبيرة فهو محتاج مدرب بخبرة كارلو أنشلوتي عشان يقدر يعدين فترة الانتقالية زي أي دولة ما بتحتاج رئيس انتقالي تجيب رئيس انتقالي صاحب خبرة يقدر يعديها الفترة الانتقالية وبعد كده دعي استخداني فروق أنه بحجم ريال مدريد ما كانش مخطط لعملية الاستبدال والتجديد يعني 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 وهو بيتخلى عن نجومه زي كريسان رونالدو وجارث بيل ورافايل فاران فيتراجع بالشكل لا طبعا كان فيه تخطيط بس هو كان فيه موسم لازم يقع منك لأن انت عندك كليان ينبابي هتدفع فيه 150 مليون وهتقدر بعد موسم واحد تجيبه بالمجان فأنا أولى أننا جيبه بالمجان وقدم له الإغراءات دي في راتب فكان فيه خطة خصوصا للملعب الجديد لازم تصبر عليه على الأقل سنة شفنا دلوقتي الأخبار بتتوالع العروض قادمة لرعاية ملعب ريال مدريد والإقامة عروض والإقامة حفلات وريال مدريد بيأخذ 800 مليون وريال مدريد بيأخذ من جراء الملعب تجديد الملعب بتاعه وتحويله زي ما شفنا في حلقة سابقة تحويله لأنه يبقى مصرح ويبقى مكان يشهد حفلات ويشهد قدوم حتى المباراة الدوري لكرة القدم الأمريكية فريال مدريد هو الموسم ده كان فترة انتقالية لكن بعد كده شفنا كلام على إيرلينج هالند شفنا كلام على لنبابي فأعتقد أن كارلا أنشلوتي بعد نهاية الموسم هيكون في مراجعة وتغيير للجهاز الفني بوشتينو وارد يكون سيناريو مطروح في مانشستر يونيتد وزيدان سيناريو ممكن يبقى وارد في بيأس جي زيدان في بيأس جي أنا بشوفهاش وقعية بصراحة هو الراجل مشجع متعاصب لمرسيليا وجماهير مرسيليا حتى بتحب زيدان جدا وزيدان مرتبط بجماهير مرسيليا وإحنا عارفين العداء الكبير جدا ما بين مرسيليا وباريس سان جرمان وفرق الجنوب وفرق العاصمة فأعتقد أنها تبقى صعبة جدا أن جماهير فرنسا تشوف زيدان موجود في باريس سان جرمان تمال يتباع بقى لما يتباع ان شاء الله يبقى زيدان لنصيب في تدريب مرسيليا اللي كان بالمناسبة من الجيل ده ما شافش مرسيليا لكن مرسيليا كان واحد من أكبر فرق في أوروبا في نهاية يمكن التسعينيات وكان بينافس على وحقق بالفعل لقب أعتقد دوري أبطال في سنة من السنين فرق في التسعينيات فكان واحد من الفرق الكبيرة اللي كان بيلعب لي كبار نجوم العالم وبيفتك أنه على ما أتذكر يعني لو أزاكرة مراحتش أن عبيدي بري كان بيلعب في مرسيلي نجم غانا طبعا الكبير والعيبة كتير جدا منهم فرانك ريبري والعيبة كبار جدا في فرنسا كان هو أول فرق منتخب الفرنسي لما بدور على العيبة يروح للمرسيليا طبعا صحيح صحيح نورتنا وشرحتنا وبشكر وجودك معنا نهاردة فاروق شكرا يا أحمد السعيد وإن شاء الله نتقابل على كل خير حلقة الأربعة الجاي ونغطي مع بعض ونتابع ونشوف الشامبيونز ليك وصلت لغاية فين وإن شاء الله يعني وأنا بقابل حضراتكم من المرة اللي جاية هيكون اللقاء طبعا قبل مباراة ساندونز نتكلم فيها على اللمسات الأخيرة إن شاء الله يكون اللقاء موفق وتكون نتيجة كويسة ناخد بيها الصدارة في المجموعة لأول مرة ونزيح شوية ونبعد فريق ساندونز عن صدارة المجموعة في الفترة اللي جاي بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل إن شاء الله على الشاشة الأهلي الأسبوع اللي جاي شكرا لكم وتحياتي لكم شكرا لكم